السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلاب الصف الثالث متوسط راح نحل أهم الأسئلة المرشحة للامتحان الوزاري لمادة الأحياء طلاب أول سؤال عندنا ما وظيفة كل ما يأتي عندنا أولا وظيفة الكولاجين هذا من مكونات العظم الكولاجين يعتبر من المواد الغروية العضوية أو العضوية الغروية في العظم ونسبتها 35% لما كاتبها حفظوها 35% نسبتها في جيك فراغ الميوكل طلاب له أهمية في مرونة العظم إذن الميوكل شنوى له أهمية في بيش في مرونة العظم الثقب الأعظم يسمح بمرور الحبل الشوكي الثقب الأعظم يسمح بمرور الحبل الشوكي هذا موجود أسفل الدماغ الطلاب الثقب القمي عن طريق هذا الثقب تدخل العصاب ولوعية دموية إلى داخل تجوف السن العمود الفقري طلاب يعتبر دعامة لجسم الإنسان القناة الشوكية يمر من خلالها الحبل الشوكي النتوات المتمفصلية طلاب هذه الموجودة بالفقرات تربط الفقر التي أمام بالفقر التي خلف مما يؤدي إلى أسناد العمود الفقري بقوة الوساعة الغضروفية الوساعة طلاب نفس نحن نقول المخدة واحد ينحنع عليها حتى لا تنسونها إذن الموساعة تسهل انحناء العمود الفقري للجهات كافة الأربطة هذن طلاب الأربطة والأوتار والغضار يفذني الأجزاء الساندة لأه جهاز الهيكلي الأربطة تربط العظام مع بعضها وتحمل مفاصل الأوتار تربط العظام بالعضلات الغضاريف تغلف نهاية العظام لحمايةها كيس المفصل يقلل الاحتكاك بين العظام كيس المفصل يقلل الاحتكاك بين العظام العضلات المدولة طلاب هذه تدير الوجه نحو الجهة اليمين أو الجهة اليسار اللسان وظيفة المساعدة على تدوير اللقمة ودفعها والتذوق والنطق اكيد اللسان اشي يسوي اه اكيد يعني اه يدور اللقمة وينطق ويذوق خاف يجيك هذا طلاب ان شاء الله سهل هذا. الاسنان تقطيع الطعام تمزيق الاجزاء القوية طحن الطعام. يعني الطلاب بس تقول له انه تقطيع الطعام تمزيق الاجزاء القوية طحن الطعام. وكي? وذا اه خاف يجيك فراغ تمزيق الطعام باش بواصل انياب? طحن الطعام بيش بواسطة الاضراس. هذي ينجي فراغات بشكل فراغات يجب. بعد عندنا طلاب انزيم يجزع البروتينات الاحماض امينية. هذا موجود بالمعدين. الزغابات اكمال عملية الهضم وامتصاص المواد الغذائي المهضومة. ودفع الفضلات نحو الامعاء الغليظة. طلاب العزاء الزغابات موجودة بالامعاء الدقيقة. هاي شو يسوي مول الغذاء ينزل من المعدة? فاش راح يسوي? راح تمتصها تكمل هضمة وتمتصها وتدفع الفضلات الباقية الى الامعاء الغليظة. المعدة طلاب اه خلط الطعام بواسط حركتها التموجية تخلط الطعام وتفرز انزيم البيبسين وفراز حامض الهيدروكلوريك وامتصاص الماء والاملاح. يعني حاول تختصر اجوبتك. حاول تختصر اجوبتك. عدنا انزيم التايليلين. هذا مهم جدا انزيم التايليلين. هذا موجود باللعاب. طلاب اي اكلة تاكلها هذا اللعاب اللي بحلقك تذكره هو اسمه تايليلين. يفرز انزيم التاعليل بانزيم التالين. هذا يجزء المواد يعني يقوم بتحويل المواد الغذائية النشوية لسكريات ثنائية حلوة المذاق. دائما يحول لك السكريات الثنائي العفو للمواد النشوية اللي هي الخبز مثل الخبز يحول الى سكريات ثنائية حلوة المذاق. تذكر انزيم التالي هو هذا اللي يحول النشا والخبز يحول الى مواد سكرية حلوة المذاق. وذلك ليقول لك لا تاكل خبز حتى لا تسمع. ليش? لان هذا يحول الى سكر يحول المواد الغذائي يحولها لا سكر. يعني بالنسبة للخبز. الكبد طلاب. طلاب الكبد هو وظائفها كلش مهمة جدا. افراز المادة الصفراء خزن الكاربوهدرات يحول البروتينات الزائدة عن حاج الجسم الى يوريا. يقوم بتصنيع انزيم الهيبارين. هذا اللي يمنع تخثر الدم داخل الجسم. الانسان او يصنع المواد المسؤولة عن تخثر الدم عند الجروح اللي هي البروثروموبين. هذي اه طلاب. قلنا يقدر نقول افراز المادة الصفراء خزن الكاربوهيدرات الزائدة يعرف براكينات الزائدةAssوم الايوري يقوم بتصنيع انزيم الهيبارين يصنع المواد المسؤولة عن تخصر الدم عند الجروح وهي البروثروموبين وتسمى سابق الخثرين انا السأل الذي يجع طلاب المادة الصفراع شنو فايدتها تساعد على هضم المواد الدهنية وحنا نسميها المرارة تفرز اه تساعد على هضم المواد الدهنية انزيم الهيبارين طلاب يمنع تخصر الدم داخل جسم الانسان اوكي يمنع تخصر الدم داخل جسم الانسان. سابق الخثرين بروتروموبين. هذا طلاب الانزيم يصنع المواد المسؤولة عن تخثر الدم عند الجروح. يصنع المواد المسؤولة عن تخثر الدم عند الجروح. البلازمة طلاب الوسط الذي تنتقل فيه المواد المفيدة للجسم. تقدر لهناية. اوكي. واسط تنتقل فيه المواد المفيدة للجسم. لهناية. عن طريق البلازمة. الهيمو او الهيموكلوبين. تقوم بنقل الاكسجين. هاي تقل المواد المفيدة. هيموكلوبين نتذكر هاي الصبغة موجودة بالدم طلاب. كريات الدم الحمر هاي الهيموكلوبين. تقوم بنقل الاكسجين من الرئتين الى انحاء الجسم. يعني الى خلايا جسمية. وثاني اكسيد الكاربون من الخلايا الجسمية للرئتين. يعني تشيل الاكسجين وتوديه لانسجات الجسم حتى تتم اكسزة اه الغذاء وتحرير الطاقة. وتاخد ثاني اكسيد الكربون من الخلايا الجسمية وتوديها للرئتين. يعني بالعكس التي تسوي هي. اوكي الاكسجين تاخذ للخلايا الجسمية وتاخذ من الخلايا الجسمية ثانية اكسجين الكربون وتوديه للرئتين. عندنا طلاب كريات الدم البيض. تكوين اجسام مضادة لمناعة الجسم ضد الامراض. ها يتكون اجسام مضادة كرات دم الحمر اذا واحد يسألك. قولها يتكون اجسام مضادة لمناعة الجسم. اه طلاب يعني عندما تصب الأمراض هذه الزيد. لماذا تزيد؟ لأن كراءة الدم البيض هي تحارب الأمراض. الصفحات الدم هي طلاب تساهم في عملية تخثر الدم في حالة النزف. هذه الصفحات الدم هي طلاب تتكسر وتساعد على عملية تخثر الدم في حالة في حالة النزف. طلاب الصمام القلب الثلاثي والثناعي من أهم من أهم الأسئلة التي تجيك على موظيفة. الثلاثي تنظيم مرور الدم. من الأذين إلى البطين. من الأذين إلى البطين. من الأذين الأيمن إلى البطين الأيمن. من الأذين الأيمن ضيف لها. إلى البطين الأيمن. القلب الثلاثي يفصل بين كل أذين أيسر وبطين أيسر. ومهمته يمنع رجوع الدم بالاتجاه المعاكس. خل نرسم لكها طلاب حتى تفهمها. إذن طلاب لاحظ أنه أذين أيمن وبطين أيمن هنا موجود الصمام القلب الثلاثي يفصل بين أذين أيمن وبطين أيمن ويسمح مرور الدم من البطين من الأذين إلى البطين يعني الدم راح يفوت من الأذين إلى البطين الصمام القلب الثناء طلاب يسمح مرور الدم من الأذين الأيسر إلى البطين الأيسر هذا الثنائي باعه هذا الثلاثي وهذا الثنائي. اه طلاب الشرائن تنقل الدم من القلب الانحاء الجسم. يعني الشرائن من القلب تودي الانحاء الجسم. الاوردة تنقل الدم من انحاء الجسم الى القلب. بالعكس راح نسوي. من انحاء الجسم الى القلب. يعني الشرائن الاوردة تختلف. الشرائن التاجية تغذي عضرة القلب. هاي الشرائن التاجية بس تغذي عضرة القلب. اللمف يحيط بالخلايا الجسمية مما يجعل عملية تبادل مع محيطها سهلة. الطحال هاي وظائف طلاب. يقوم بخزن كمية كبيرة من الدم. تكون كرات دم الحمر. تحل كرات دم الحمر الميتة. تضخم في حالة الاصاب بعض الامراض. استئصاره عند الضرورة لا يؤثر سلبا على حياة الانسان. يعني اذا آآ يصير مصاب يستأصلونه يشيلونه يزيلونه. الشعارات الدموية الموجودة في الانف تعمل على تدفئة الهواء المار على الرائتين. تخلي الهواء اللي يمر على الرائتين سهل من خلال الشعارات الموجودة بالانف. بعد عندنا سؤال اسال مزمار تشكل غطاء القصب الهوائي اللي منع دخول دقائق الغذاء فيها وهي مهمة. الحواسرات الهوائية تسمح بعملية تبادل غازي. الرئتان تبادل غازي مع المحيط الخارجي. الاخراج الكلاوي من الكلياكي تتخلص من الفضلات كاليوريا عن طريق الكليتين. الاخراج الجلدي تتخلص من اليوريا وقليل مثانو اكسيديل الكاربون. اللي هو سي او تو. طبعا انتم هنا صايرة بس صايرة هنا خطأ خليها نقطة. الاخراج الرئوي التخلص من سي او تو وبخار الماء. الاخراج الهضمي التخلص من المواد الغذائية غير المهضومة. هذا طلاب الهضمي اكيد المواد الغذائية غير مهضومة تطلع. اه هنا المثانة تتحكم بعملية التبول. عندنا الجلد يقوم بالجلد بالمحافظة على جسم الموثرات الخارجية المختلفة. اكيد يعني يحافظ على يعني يحافظ على جسمنا الموثرات الخارجية. المختلفة وهو سيت يفقد عن طريقة هالجسم السعرات الحرارية زائدة من خلال طرح الماء والزائد والحاوي على الاملاح. واليوري الى الخارج. كذلك طلاب هذا الجلد يخلق عن طريقة تخرج المواد الغذائية العفو. الشسمة? اه المواد الغير يعني اه مفيدة للجسم مثل الثاني اكسيديل كاربون مخار الماء والاملاح. الطبقة المولدة المالبيجية تكون تكوين الشعر والاضافر كما توجد فيها الغدد العرقية والنهاية الطرفية للعصاب. الغدد الدهنية في الشعرة تفرز مادة الدهنية تمنع تكسر الشعرة. عندنا الاضافر المحافظة على نهاية الاصابع من التشقق. الغدد العرقية لها دور مهم في الاخراج وخفض درجة حرارة الجسم. الغدد الدهنية في الجلد ترطيب الشعر. هذه الغدد الدهنية ترطيب الشعر وسطح الجسم وتكون معدومة تكون معدومة في راحة اليد او في باطن اليد. الانسل المحافظ على مستوى السكر في الدم. محافظ على مستوى السكر في الدم. الحوصلتان منويتان حفظ الخلايا التناسرية الذكرية بعد اكتمال نضجها. غدة البروستات وغدتان كوبر تقوم بافراس سواء المختلفة تعمل على المحافظ على حيوة ونشاط النطف. المبيضان انتاج البيوض والهورمونات والخاصة بالصفات الانثوية للمرأة. الحبل السري يوفر للغذاء والاكسجين للجنين ويربطه بالدورة الدموية للام. الخلية العصبية الوحدة الاساسية والوظيفية لبناء الجهاز العصبي. انفصام الشخصية. طلاب هذا انفصام الشخصية. يعني مو اه مو وظيفة. اوكي. البؤبؤ تسمح بمرور حزمة ضوئية الى العين. قناة اوستاكي ربط الاذن الوسطى ما على البلعوم. اوكي. قناة اوستاكي ربط الاذن الوسطى ما على البلعوم. اه قدنا اه النافذة المستديرة تصل الاذن الوسطى بالاذن الداخلية. القنوات الهلالية محافظة على توازن الجسم. طلاب هاي كل الاسئلة المهمة والخاصة ب اه ما وظيفة. ان شاء الله طلاب عن طريق هذه الاسئلة يعني مراجعوية تحفظوها. اه وتجاوبوا بالامتحال الوزاري. عليها ثمان درجات بالامتحال الوزاري. السؤالة مهمة. راح اكملكم باقي الاسئلة ان شاء الله بالفيديوهات الجاي. شكرا لكم على السلامة.